على مدار أربع سنوات خاضت الصين والولايات المتحدة الأمريكية حرباً تجارية استخدمت فيها جميع وسائل المواجهة بدايتها بفرض واشنطن رسوماً جمركية على سلع صينية تعادل ثلاثمائة مليار دولار خلال عامي الفين وثمانية عشر و الفين وتسعة عشر العام ذاته شرعت بيكين في تطبيق رسوم جمركية على السلع الأمريكية بقيمة ستين مليار دولار حرب باردة غير معلنة غذتها اتهامات واشنطن لبيكين بالتقصير في التحقيقات المتعلقة بشأن مصدر وباء كورونا فيما أسمته الصين بالفيروس السياسي المتفشي في أكبر اقتصاديات العالم بالتزامن مع تعليق دخول معدات عملاق الاتصالات الصيني هواوي إلى الولايات المتحدة الأمريكية فشل البلدين في التوصل إلى اتفاق يؤطر مبادلاتهم التجارية حاول الطرفان تجاوزه بتوجيه مؤشرات التهدئة مع تولي جو بايدن إدارة البيت الأبيض ببرمجة أول لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والصيني في التاسع عشر مارس الماضي تقارب مهد للكشف عن رسائل الود بين الرئيسين الصيني والأمريكي من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الفارض الإختلافات والمشاكل بين البلدان ينبغي أن تعالج عبر الحوار والتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل نجاح دولة لا يعني فشل أخرى العالم كبير بما يكفي لاحتضان تنمية وازدهار الجميع ينبغي تفضيل الاندماج على المواجهة والإقصاء ندافع عن حلفائنا وأصدقائنا سنواجه محاولات الدول القوية المسيطرة على البلدان الضعيفة بمقايضة الأرض مقابل النفوذ والابتزاز الاقتصادي والاستغلال التقني والتضليل الإعلامي لكنني أكررها مرة أخرى لا نبحث عن حرب باردة جديدة وتحويل العالم إلى قطبين قمة واحدة بين جو بايدن وتشي جي بينك تبدو غير كافية لتجاوز علاقات معقدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مستقبلها مرهون بمدى قدرة واشنطن وبيكين في إدارة اختلافاتهما والمنافسة التجارية بينهما وتجنيب العالم الانزلاق نحو حرب تجارية الجميع فيها خاسر